التوطين الصناعي مثلا. أما هتجدي بعد صلاة الفجر بشوية هتجدي على الساعة 6 الصبح هتجدي عدد كبير جدا من الشباب واقف في الطوابير مستني أوتوبيسات وعربيات بتنقلوا إلى المناطق الصناعية في 6 أكتوبر في العشر من رمضان في أوسنة أو غيرها. مش هتجدي عدد كبير من مرأة في هذا الوقت لا يلائم أنها هتنزل الساعة 6 الصبح بعضهم بيبقى موجود لكن النسبة مش كبيرة وحتجدي بقى عودتهم هتبقى على الساعة 7-8 بالليل الشباب دول بيرجع منهك بعد وقت طويل فهنا مسألة التوطين الصناعي أنك تقربي المناطق الصناعية للشباب من الذكور والإناث. أنا أقول لك من الشباب من الإناث. طويل الصناعي في هذه المنطقة في كفر شكري. بالضبط أن كل منطقة فيها مثلا 250 ألف نسمة يبقى عندنا منطقة للتركز الصناعي الملائم لهذا المكان. هتجد بقى ساعتها للمرأة أكثر إقبالا لأنها هتبقى تقدر تدير حياة منزلها وتراعي أسلوتها أب أو أم أو أطفال وتراعي زوجها زائد مسألة أمان الطريق وأنها متقدرش تقعد أربع خمس ساعات رائع حاجات مشاوير يعني. فهنا قصة أنت استثمرت فيها في التعليم لكن مهما تكن تنهاش من العمل. فتجد عندها عزوف بقى عن مسألة العمل أنها هتجد نسبة المشاركة عال. هلأها إيه؟ مش بالتوعية وأن أنا أعمل إعلانات. حط الناس الذكية ومش ما عايزها دعوة أنها تشتغل وتأخذ لقمة طيبة لبيتها. لكن مسألة التركز التوطين الصناعي هنا محتاج أنه يتعالج. هتجد مثلا أنه بعد من الساعة سبعة كده هتجد بقى عدد كبير جدا من الفتيات رايحين المدارس. رايحين الجامعة في بانها. الجامعة في بانها على بعد عشد داية ربع ساعة. فهنا بتأكد لك مجرد المطالعة البسيطة كده لمشاهدة عادية. هتجد تشكيلة الديمغرافية والسكانية وتركيبتها دي بتعبر لك عن وضعها. يعني المسائل دايما بتبقى عايزة تفكير مسبق حتى نأخذ نتائج جيدة. بالضبط. هما بعد كده هتقولي دا في عندي بطالة والبطالة أعلى بين الإيناف. طب نحل بقى. تفكير جايب. طب نحل.